السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهد مؤثر جدا لبنت صغيرة في وداع أمها ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا نشوف بعدما نصل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أكتر حاجة بتدمي القلب في مثل هذه المآسي هي مشهد الأطفال اللي بيفقدوا أهلهم وزويهم يعني طفل صغير عمره ست شهور فقد أسرته كلها تسأل نفسك كيف سيعيش هذا الطفل بعد ذلك الله عز وجل هو الذي يتولى أمره سبحانه وتعالى برضو طفل صغير عمره شهرين طلعوا برضو من تحت الأنقاض وأسرته كلها ماتت هذه الفتاة التي سنرى يعني المشهد بتاعها الآن هذه فتاة صغيرة بنت صغيرة جدا أمها ماتت واختها ماتت ومن قبل كده جدها وعمها يعني تقريبا العيلة كلها ماتت وبقيت وحيدة فالبنت متأثرة جدا وبتبكي بكاء يضم القلب ورب الكعبة تعالوا نشوف المشهد ثم نعلق عليه بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى مش مش هيه مش هيه معنا مش هيه وانا بعرفهم الشعوب هيا شراف ما خزا مني يا Gothicو خزا مني لا أهم علم استرعين بذ fragen يambي يو بلي gdzieś أماما أمانة فرجلية فرجلية ها أمانة فرجلية ها شوف أحمل أحياني غيره يجب أخبر أخويا ليش يا رب سوما عاش بس عمي أختي بس عمي أختي بس عمي كثيرا بس عمي كثيرا يا رب يا رب بس عمي أخذني معها شو هذا يا رب بأرف إنهم شهدة مكتفوا وش موضوا زيدي وموضوا زيدي وموضوا عزي ووجده وإبنه وأختي شو هذا شو هذا بأرف إنهم شهدة بس أنا بشي أسر أنا بشي أسر طبعا يعني مشهد والله العظيم يضم القلب فتاة صغيرة طفلة صغيرة فقدت أعز ما عندها بطول أعيشت زي من بعديهم يعني الأم راحت والأخت راحت وبقيت وحدها في الدنيا مأساة إحنا لو نعود نتأمل في عدد الذي نستشهده ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم في عداد الشهداء يا رب العالمين ولا نزكيهم على الله عدد كبير جدا جدا من الأطفال تيتموا في غزة لا أقول في هذه الحرب فقط بل في الحروب الماضية كلها يعني الحروب التي يعني تقريبا كل سنة أو كل سنتين حرب دامية من هؤلاء الصهرين على أهلنا في غزة ولا حول ولا قوة إلا بله شوفوا المآسي التي تحدث لهؤلاء الأطفال يعيشون في فزع شديد كتير جدا من الناس هما قاعدين مع أطفالهم الأطفال بترتجف من شدة الخوف ده إذا كان الكبار بيرتجفوا من شدة الخوف فما ظننا بالأطفال الصغار اللي قلوبهم لا تتحمل والله تمنيت لو أني أملك أن أجمع كل أطفال العالم وأبعدهم في مكان بعيد عن تلك الحروب وتلك المآسي حتى ينتهي كل ذلك والله لفعلت ذلك لأن فعلا أكتر حاجة بتصعب على الإنسان هؤلاء الأطفال اللي قلوبهم لا تتحمل ذلك أطفال غزة لا يعيشون مثل أطفال العالم أطفال العالم اللي بيمزحه ويضحكه ويتفسحه وينبسطه ويعضوه أمام الكمبيوتر وأمام الأتاري وأمام مش عاف إيه واللعب والفسح سبحان الله هؤلاء فقط الآن لا يبحثون إلا عن الأمان ولؤم تعيش حاف وشوية مية سبحان الله ومع ذلك لا يجدون ذلك لا يجدون أمنا ولا أمانا لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كهربا ولا مية ولا بيت ولا أمن ولا أسرة ولا حياة ومع ذلك والكل يخذلهم ولا حول ولا قوة إلا بله وأخشى ورب الكعب أن نسأل عنهم يوم القيامة بين يدي الله إحنا كل واحد في مكانه اللي يقدر يعمل حاجة لازم يعملها ولا يخذل هؤلاء وقلت وما بزلت بقول أكتر من مرة إن هؤلاء والله حتى لو لم يكونوا مسلمين لكان واجبا علينا أن ننصرهم وأن ننقذهم وأن نغيثهم حتى لو كانوا مش مسلمين ولا غير مسلمين حتى لو كانوا قطط وفراخ لو كانوا دجاج وقطط كان واجبا علينا أن ننقذهم لأنها أرواح واجبا علينا أن نرعاها وأن نحافظ عليها فالإنسان لا بد أنه يتألم لهذه المشاهد والله قلبي الواحد بيتقطع على رؤية هذه البنت الصغيرة لما فقدت كل شيء حواليها شوفوا المنظر يعني طب أعيش إزاي إن شاء الله ربنا يرعاها ويتولاها والله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع فالنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه وماتت أمه وهو عمره ست سنوات ومات جده الذي يرعاه وهو عمره ثمان سنوات ومات الحبيب والقريب وكل من يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعيش في كنفهم وفي حياتهم ماتوا وتركوه وكأن المولى عز جل يقول لن يرعاك إلا ربك سبحانه وتعالى فنشأ وتربى بفضل الله سبحانه وتعالى فالذي رباه والذي أدبه والذي علمه هو الله سبحانه وتعالى فكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز جل أن يكبر بخاطر هؤلاء الأطفال في غزة وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته